والآن الحديث أكثر حول هذا الملف مشاهدنا ينضم إلينا مراسلنا على إبراهيم المقدادية حياك الله علي حدثنا أكثر حول تفاصيل الهجوم الإرهابي على المقدادية نعم تحية لك ولجميع مشاهدي قناة دجلة الفضائية طبعا فيما يخص حادث المقدادية الذي راح ضحيته حتى هذه اللحظة وما تريدنا من حصيلة مؤكدة من مصادرنا هو سقوط تسعة شهداء وإصابة أحد المواطنين نتيجة استهداف عبوة استهدفت عجلة مدنية في قضاء المقدادية وبالتحديد منطقة الشف وتلا هذا الانفجار الذي استهدف عائلة في هذه المنطقة تلاها هجوم بالإطلاقات النارية بعد تواجد العوائل لإنقاذ الشهداء والجرحة في هذه العجلة التي استهدفت بالعبوة الناسفة تم استهداف المواطنين الذين تجمهروا لإنقاذ الجرحة في هذا الحادث وأدى إلى ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي حتى تأكيد مصادرنا الخاصة في قضاء المقدادية إلى تسعة شهداء وإصابة أحد المواطنين طبعا القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا في مكان الحادث ولا زالت تبحث عن منفذي هذا الهجوم السيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث وتم إجلاء الشهداء والجرحة وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة الآن عدد من الجرحة تم نقلهم إلى قضاء بعقوبة إلى مستشفى عام بعقوبة لتلقي العلاج طبعا هذه الحوادث متكررة في محافظة ديالة خاصة قبل 15 يوم وحتى هذه اللحظة هناك تصاعد بوتيرة الأحداث الأمنية في محافظة ديالة من حادثة تشيالة وحوادث الاختيالات التي طالت الكفاءات في محافظة ديالة وحتى حادثة استداف هذه العائلة اليوم قضاء المقدادية يعني يشهد توتر أمني نعم علي حدثنا عن إجراءات الأمنية التي تخذت بعد هذا الهجوم الإرهابي وما هي ردود فعل عوائل المصابين والجرحة؟ طبعا القوات الأمنية طبعا ردود الأفعال فيما يخص أهالي قضاء المقدادية وبالتحديد ذوي الضحايا هي مستأة من الأداء للقوات الأمنية فيما يخص تكرار الحوادث والخروقات الأمنية التي تشهدها محافظة ديالة وخاصة في الآوين الأخيرة هناك مطالبات بتغيير القادة الأمنين ومطالبات بتفعيل الجهد الاستخباري الكثير من العمليات العسكرية التي اليوم تلفذها القوات الأمنية على أرض الواقع في المحافظة لكنها للأسف عندما يكون هناك خرق أمني نشاهد أن هذه العمليات العسكرية لا فائدة لها على أرض الواقع اليوم هناك الخروقات متكررة الاستدافات متكررة عمليات الاغتيال وأسلحة الكواتم للصوت عادت إلى المحافظة منذ فترة هناك عدة حوادث اغتيالات شهدتها المحافظة وهجمات كثيرة شهدتها المحافظة اليوم على القوات الأمنية ورئاسة الوزراء أن تلقي اهتماما إلى ملف ديال الأمني كونه يمر بمنزلق أمني خطير اليوم الكثير من المطالبات من قبل أهالي المحافظة تطالب القيادات الأمنية ورئاسة الوزراء والحكومة العراقية بكشف ملابسات الكثير من الحوادث التي تقف خلفها يعني عصابات والبعض منها عصابات داعش الإرهابية اليوم كثير من العمليات التي تشهدها المحافظة لا يمكن الإفصاح عن الجهات المنفذة لهذه الهجمات على القيادات الأمنية والجهات التي تعمل على الملف الأمني في المحافظة أن تفسح عن الجهات التي تقوم بهذه العمليات الإرهابية في المحافظة اشتركوا في القناة